أعلن الثوار اليوم جمع مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام وأسر اثنين آخرين أثناء محاولتهم التقدم على محور محاطة المياه في حي سليمان الحلبي بمدينة حلب وفي السياق ذات اهتصد الثوار لمحاولة قوات النظام اقتحام مشفى الكندي قرب مخيم حنبرات وللوقوف على آخر التطورات العسكرية ينضم علينا من داخل مدينة حلب الملازم أول عمر أبو بكر القيادي في غرفة عمليات فتح حلب مرحبا بك حضرات الملازم لنبدأ من حيث انتهينا تتضارب الأنباء حول سيطرة قوات النظام على مشفى الكندي والثوار ينفون فما هي الحقيقة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نحن في غرفة عمليات فتح حلب ننفي ننفي قاطع عن سيطرة النظام على مشفى الكندي والنظام كعدده يروج أول شيء لتخفيف على المدني أول شيء لتخفيف على الروح لرفع الروح المعنوية لدى جنوده أنه سيطر على مشفى الكندي وهو عارع عن الصحة المجاهدون الأبطال الآن مرابطون في مشفى الكندي والآن إن شاء الله عملية استعادة بعد النقاط في مخيم بحندرات والله الحمد أخي كريم طيب ما هي آخر التطورات على جبهة محطة المياه في حي سليمان الحلبية؟ بعد تمهيد كبير من الطيران الروسي جميع الأسلحة كان فوسوري ارتجاجي تم سقوط نعم عدة نقاط والله الحمد المجاهدين الأبطال خلال ساعة تم صعادة جميع النقاط وتكبد النظام فيها خسائر كبيرة في العدة والعداد أكثر من عشر قتلى من مليشيات الأسد وتم اغتنام بعض أسلحة الخفيفة وتم أشر عنصرين من قبل مليشيات النظام حلب ستدخل شهرها الثاني من أطباق الحصار عليها هل هناك أي خطة أو أي عملية لفك الحصار؟ أخي إن شاء الله تعالى بنهاية الشهر نحن فيه إن شاء الله حلب لن تحاصر إن شاء الله سيفك الحصار عن أخواننا في مدينة حلب والمجاهدين الأبطال يقوموا بأعداد العدة والخطط من أجل معركة فك الحصار وهي المعركة الكبرى من المجاهدين في مدينة حلب نعم أشكرك كثيرا الملازم أول عمر أبو بكر القيادي في غرفة عمليات فتح حلب أبداً موسيقى موسيقى